جزء خاص بمنتخب مصر الحقيقة منذ تولي الكابتن حسام حسن مسئولية وإدارة الإدارة الفنية للمنتخب المصر الحقيقة كل الناس حتى تسبط على العلاقة اللي حتكون ما بين محمد صلاح والكابتن حسام حسن يعني كان شيء أنا بالنسبة لي كان شيء يعني غريب شوية ليه بنتكلم على حاجة وبنتكلم على طب هو ردود الأبحال هتكون ايه محمد صلاح رد فعله ايه عن وجود الكابتن حسام حسام طب كابتن حسام حسن هيتعامل ازاي مع محمد صلاح الحقيقة يعني كان لغط كبير جدا جدا على السوشيال ميديا والفترة اللي فاتت بعد ارسال القايمة كابتن حسام حسن ارسل قايمة اللعيبة المحترفة وكان فيها موجود محمد صلاح في هذه القايمة غياب محمد صلاح انتوا عارفين للإصابة طب عودته هيلعب امام المان سيتي ولا لأ طب لو لعب يبقى لازم ييجي طب لفر بول بعد جواب للتحاد الكورة ان ممكن جدا محمد صلاح يلعب مباراة امام المان سيتي لبر بول امام المان سيتي يوم الحد وبرضو مش هيجي يعني العملية فيها يعني جوابات رحة وجاية كابتن حسام او كابتن ابراهيم لانه المدير يعني مدير المنتخب بيقول انه يعني احنا بنتمنى اكيد السلامة لكل اللاعبين ودي يعني الحاجة المهمة والحقيقية في الموضوع هي سلامة اللعيب اولا واخيرا وبيقول ان احنا يعني مع سلامة اللاعبين ومحمد صلاح ممكن لو عنده اصابة ممكن يكون موجود بالطبيب المعالج او طبيب الخاص بمنتخب مصر بيشوف ايه حالته او بيجي بتقارير على مستوى الاصابة والامور انا شايف انها واخدة يعني الحقيقة منحنة منحنة مش في الصالح يعني ايه مش في الصالح يعني كلنا بندور على صالح منتخب مصر نمرة واحد بغض النظر من الاسماء منتخب مصر ومصلحة مصر هي نمرة واحد قد النظر مع احترامي الكامل لكابتن حسام والكابتن محمد صلاح لكن ازاي احنا نحافظ على مصلحة منتخب مصر هل من مصلحة منتخب مصر يكون فيه الشد والجذب وان الناس تقول اصل محمد صلاح ازعلان علشان الكابتن حسام كان لما كانش موجود كان بيقول بعض التعليقات الخاصة يعني وكابتن حسام لا علاقته طب هيتعامل زي ما محمد صلاح الامور دي كلها المفروضة جماعة تترمي في الزبالة سوري في اللفظ يعني تترمي كده بعيد عن منتخب مصر منتخب مصر منتخب كبير منتخب عظيم منتظرين ان شاء الله الفترة اللي جاي منتظرين رحلة جديدة لمنتخب مصر بشكل مختلف باهداف مختلفة منتظرين من الكابتن حسام ان شاء الله تجديد الدماء والنزول بالأعمار السنية وكل دول لكن تبقى قيمة محمد صلاح في المنتخب مصر قيمة كبيرة فكيفية التعامل ما بين كابتن حسام حسن ومحمد صلاح بلاش نحط عليها برشار بلاش نحطها في قالب تنافسي لان ما فيش تنافس ما بين المدير الفني ولاعيب كرة قدم الموضوع ممكن جدا ياخد منحنة مش في الصالح العام مش في الصالح العام باتكلم مش في صالح منتخب مصر ولا بتكلم على كابتن حسام ولا على الكابتن محمد صلاح لكن بتكلم على مصلحة الكرة المصرية ومصلحة منتخب مصر في الظروف اللي جاية هل احنا نعمل بريشر على النقطة دي هل السوشيال ميديا تاخد منحنة ان اصل محمد زعلان اصل حسام هيعند اصل ابراهيم يعني كل ده الحقيقة المفروض يكون مش موجود على مستوى السوشيال ميديا لازم يكون الدعم لمنتخب مصر من خلال دعمنا لكابتن حسام حسن دعمنا لمحمد صلاح العلاقة ما بين كابتن حسام حسن ومحمد صلاح هي علاقة مدير فني بلاعب منتخب مصر هذا اللاعب له قدر وشأن كبير جدا جدا في الكرة العالمية والكرة المصرية هل ده يؤدي الى معاملة خاصة قد يؤدي الى معاملة خاصة ولكن هذه المعاملة الخاصة لصالح المنتخب مش ضد المنتخب يعني ما يكونش فيه تفرقة ما بين محمد صلاح اي لاعب ممكن جدا نلتمس العذر لمحمد صلاح في جزئية لان هو دوة يعني الجزء اللي ممكن جدا يكون ما بيدورش بالعكس ممكن يفيد المنتخب وارد جدا ان يكون الفترة اللي جاية او المبارايتين اللي هتعاملوا فيه الامارات في الدورة الودية وجد نظر الشخصية من الوارد جدا ان انت ممكن تجرب حد تاني غير محمد صلاح في هذا البوزيشن ممكن تكسب لعيب لعيب محلي لعيب ممكن توظف لعيب في هذا المركز ويبقى عندك ستاند باي في غياب لقدر الله اصابة محمد صلاح يكون انت عندك البديل الجاهز وبالتالي يكون العلاقة خلاص توافق ما بينك وما بين ادارة ليبرفول وما بينك ومحمد صلاح ان انت بالاتفاق مع محمد صلاح وادارة ليبرفول ممكن جدا وارد يكون الحل خلاص اوكي لو محمد صلاح ليه سلامته ومحمد صلاح هيتواجد في انجلترا الفترة اللي جاية انا ما عنديش مشكلة ده باللسان حال كابتن حسام حسن ان احنا ممكن نجرب وعندنا فرصة دي مبارايتين وديتين اجرب فيها بعض العناصر سواء على المستوى المحلي او بعض اللاعبين الدوليين اللي ممكن يعني تشتغل في هذا المركز والامور تمشي بهذه السلاسة والامور تمشي بهذا المستوى من الرقي انك بتتعامل مع اسم منتخب مصر ما فيش تنافس داني ما فيش تنافسية ما بين المدير الفني واي لاعب ايا كان اسم اللاعب عملية التنافسية وانا كلمتي اللي هتمشي لا هو كلمتي اللي هتمشي الكلام ده الحقيقة مش موجود في عالم كرة القدم الحقيق مش موجود الكلام ده فيه لغة الاحترام موجودة فيه لغة التفاهم موجودة فيه لغة تقدير الموقف لازم تكون موجودة والتعامل مع المواقف الصعبة لازم تكون موجودة من خلال المدير الفني للمنتخب وكمان ادارة الاتحاد المصر القطر قدم من خلال التنصيق ما بين المدير الفني والاتحاد يعني المدير الفني أو الكابتل حسام والتحاد القورة هم هيعودوا يتكلموا والله إحنا البلان هنمشي واحد اتنين ثلاثة وده لمصلحة المنتخب المصري لمصلحتنا أن اسم كبير زي اسم محمد صلاح يكون عنده يعني عنده الشغف وعنده عنده الإرادة أنه يكون موجود ودائما دي موجود عند محمد صلاح فهذا الملف الحقيقة تاني أتمنى من السوشال ميديا أنها تعمل وتعمل يعني هولد شوية على هذا الموضوع وكل ما يهمنا هو مستقبل القورة المصرية في الفترة اللي جاية تحت إدارة فنية مصرية 100% محمد صلاح لعيب لا غنى عنه منتخب مصر كابتل حسام نتمنى له كل التوفيق في إدارة هذا الملف أعتقد أن الملف صعب لكن هو قادر إن شاء الله بإذن الله أن يدير هذا الملف بكل احترافية